لم يلجي قطل المدرسة لكنه يخبر مجاري مياه جوفية لا ترى بالعين المشردة يسمونه هنا بالعبار لا تجيسات له سوى غصن الزيتون هذا الذي يذله على مجرى المياه هذه موهبة من الله وكانوا ناس قبل مني كيديروها وخايا ما كانش واحد البرهان بهاليوم وكان خدم بواحد العود دين الزيتون وخدت بزاف التجارب يعني الناس من اللي يطلع عليها الموت شجعت الآخرين ما تشجعوش هذا علاش بقيت كان خدمت تقريبا واحدة ربعو ثلاثين عامونا كان خدم وكان ميز المالح من الحلو يحمل غصن الزيتون هذا ويدرع به الحقل جيئة وذهابا بحثا عن أي مياه شوفية لم يتحرك بعد غصن الزيتون والقلق بدأ على محياه يخاف أن يعود خاوي الوفاد قرر العبار هذه المرة أن يغير المكان وبدأ البحث بجانب بيت في طور البناء وفجأة تعالت التكبيرات فالغصن يدور بقوة وسرعة ما يعني أنه عثر على تدفق كبير للمياه شوفية كين واحد الماء غارق بزاف وخا كنجي فيه ما كنبينوس للناس لأنه ما غانتش يقدروا مثلا نحفروا واحد سمية متر وغالبا كيكون مالح ما كنمحنهمش إليك المصالح ليهم يساعدهم في الحياة ديالهم وخا توريتوا ليهم إلا لقيت واحد الماء لي ما غادش يساعدهم ما عندهمش الإصلاح فيه وخا كنلقاه ما كنقولوش ليهم حق للعبار ومعه هؤلاء المزارعين أن يناموا بكأس الشاي هذا فالفرحة كانت كبيرة فرحة لن تكتمل إلا بعد حفر البئر وتدفق مياهه وهذه مسؤولية أخرى للعبار لم يدرس الجيولوجيا ولا هندسة المياه لكن له قدرة على تحديد مجار مياه جوفية لا ترى بالعين المجرد مقابل أجر زهيد يتعفف العبار في كثير من الأحيان على استلامه كريم القرقوري قناة الغد منطقة بن سليمان دواحي الدار البيضاء